اليوم معنا معلمة ولكن متميزة المعلمة نعيمة الحناوي من مدرسة صفية بنت عبد المطلب في إربد حاصلة على جائزة المعلم العالمي لعام 2021 نصبح عليك ونحكي لك إحنا فخورين فيك قبل ما نبنش نحن فخورة فيكم صباحة خرستة إبراهيم صباحة خرستة لارة صباحك نور وسرور يا ستي الإنسان المتميز هو من يجعل الأشياء أفضل مما وجدها عليه وهو من يترك الأشياء أجمل مما كانت عليه طبعا هكذا وصفت جلالة الملكة رانيا العبدالله التربويين المتميزين في وطننا طبعا طلقت جائزة المعلم المتميز عام 2006 من خلال جمعية جائزة الملكة رانيا للتميز التربوي اللي رؤيتها تأتي من أفاق متجددة للتميز التربوي لتمكين طبعا جيل المستقبل وتمكين المعلمين المعلم هو صانع الإبداع سعداء بوجودك أهلا وسهلا فيك طبعا حتى النوه أنتوا معلمتين فستوا بهاي الجائزة حضرتك نعيمة الحناوي مثل ما قلت يا إبراهيم وطبعا المعلمة أنصاف نعانعة أنتوا فخر إلنا وفخر للأردن معلميننا عم يقدروا بالفعل يحصلوا على جوائز عالمية فشو بدنا أحسن من هيك أهلا وسهلا فيك وشو خلينا نحكي أول بداية يعني بماذا تميزت المعلمة أنصاف حتى توصل لهذه الجائزة مع العلم إنه مش جائزتك الأولى يعطيك العافية بالأول وشكرا لإستضافتك أحب أصبح على وطني الأردن جميل لكل نشميه ونشميه على أرض الوطن وأحب أحيي كل معلم أردني بناسبة اليوم العالمي للمعلم لأن المعلم يحمل أعظم رسالة وأكبر أمانة فكمان كوني كنت في 2007 حاصلة على شهد تميز على مستوى المملكة ومعلم تميز على مستوى المملكة في 2017 ثقافة جاسم الكراني هي تجدير ونشر ثقافة التميز فاشتغلنا على محاور المجتمع المدرسة اللي هو المعلم والطالب والولي الأمر مؤسسات المجتمع المدني اللي حاولين المدرسة فكان شغلي على يعني مش محور واحد صح هو الطالب هو محور العملية التعليمية وركزتنا واحدة بس هو الشغل الطالب بكل المحاور اللي حكيته هو جزء موجود لما نجي أشتغل مثلا مع مبادرة تطوعية للمجتمع المحلي الطالب سيكون جزء فيها لما اشتغل مع مشاريع علمية مع طلابي مسابقة علماء المستقبل ومسابقة انتل ايسف طلابهم والمشاركين فيها شراكتي مع مين مع جامعات مختبرات الجامعة جامعة علم التكنولوجيا جامعة يرموك الجامعة الأردنية محمية يرموك جمعية علمية لحماية الطبيعة يعني متغريب أنك فستي بأكثر من جائزة بأكثر من عام ما شاء الله أنا و لارا كنا نحكي ونشوف الجوائز اللي مستلمتيها وأيضا تدريبك أنا حاب أنوح على قمتي ولبدة خمس سنوات بتدريب المعلمين على برنامج الدعم والتطوير التربوي إضافة إلى المحاضرات الطوعية بالمدارس كنتي بتطوعي بالمدارس لتدريب المعلمات حثيني عن هذا الجزء أنا بال2009 أجتنا مبادرة إيار إيس بي كنا محظوظين نحن المدارس في قرى محظوظين بهذه المبادرة وأشكر وزارتي وزارة تربية التعليم على دعمنا طبعا خصوص المناطق النائية فحصلت على أن المركز الأول بمعلمين علوم الرياضيات بهذه الدورة فانطونا ورشة 24 ساعة ورشة تدريبية لتي أو تي فصلت على تي أو تي قبلشت أدرب بالمدارس لمدة خمس سنوات داخل قصبات لواء أربت فبعدين أخذت خبرات تدريب التدريب له مهارات وصرت بعدين حولت من تدريس الرياضيات لمشرفة غرف ممهومين متفوقين فقعدت أشتغل على أنه كيف أنشر الخبرات اللي عندي للمجتمع الثاني فأي مدرسة تستضيفني مثلا أنطي دورات تطوعية عن استراتيجة التدريس الحديثية لمعلماتها من المدارس المجورة بروح أعطيها اشتغلت على الطلاب في مبادرة عندي اسمها حلاوة التفكير كيف أدرب طالباتها على برامج عالمية التفكير مثل برنامج سكامبر برنامج كورت سكامبر وكورت وتيريز هذه كل هذه البرامج ستنقلها للمدارس المجاورة ولقيت محبا من الطالبات التجيئة فخلصت أحفيز من عندهم فأتبادل الخبرات شي كويس والعلم هو صراحة صادقة يعني لوحد دازم قدمه رميل يعني سبق وحصلت عام 2007 شهادة التمييز على مستوى المملكة نعم وبال2017 حصلت على جائزة الملكة رانيا للمعلم المتميز نعم وبالتالي يعني أنت خير من ينصح ويدل على الطريق الصحيح بيش بتنحي اليوم زملائك وزميلاتك المعلمين والمعلمات اللي بيطمحوا أولا لتطوير أنفسهم لأنه اليوم شفنا قديش العلم تطور وأيضا بيطمحوا لدخول الجائزة والحصول على مثل هذه يعني البرتبة العليا كل معلم أدى أمانته بشرف وإخلاص ومتميز ومعلمين الأردن حقق معلم سمعة عالية بالميدان صراحة الميدان العربي والميدان العالمي المطلوبين جدا فالمهارات موجودة والهمة موجودة وطبعا 17 هو آخر موعد لترشيح نفسه كمعلم متميز أنصح زملاء المعلمين بالتقدم بهذه الخطوة خطوة جميلة كثير أنا في 2007 وصلت لشهادة التمييز على مستوى المملكة بس هذا ما أثناني ظليتنا مستمرة أدور على مبادرات وأشتغل على نفسي وإحنا كمان كسفراء جائز أنا وزميلات الفائزات إحنا سفراء بجائزة لملكة رانيا حطينا القام تلفوناتنا على صفحة المديرية وعلى قروبات الواتساب وقاعدين ناطر ورشيات تحفيزية فإحنا مستعدين بخدمة أي معلم يرشيح نفسه وإن شاء الله يا رب يكون الفائزين يعني إحنا نتحدث لا يوجد شيء مستحيل دائما ولما بدنا نذكر الأرقام التي اشتركت أو ترشحت إحنا نتحدث عن 26 ألف مترشح نتحدث عن جائزة المعلم العالمي المتميز أكثر من 75 دولة بـ 26 ألف مترشح من الأردن كان فيه 75 معلم نعم أنت حصدت يا الله نعم أنا زميلة أنصف أنت وزميلة أنصف نعم نعم يمكن من هذه التجربة كيف شعرت بأن الإنسان المتميز يمكن بشكل أو بآخر يمكنه يوصل للحلم أو للشغف وهل كان هذا الأشي ببالك من قبل أنك أنت تحصل على هذا اللقب الحلو بجأس الملكة رانيا معاييرها تخليك تفتح عيونك على أشياء كثيرة نعم فتسلحك بالعلم تنطيك معايير أنا هسا عندي معايير حققتها مستعدة بأي جائزة إن شاء الله أشارك فيها والحمد لله إن شاء الله أوصل لمركز فيها و أول جزء يعني يعني يقبلوني كم متشارك إن شاء الله أو إن شاء الله رب العالمي يكتب للفوز كلها خبرة كلها خبرة فالمعايير يعني البارحة لما قاعد أصفط بالملف الإنجاز مالتي بألاقي مكتوب الترشح لجائزة المعلم العالمي أنا كاتبة من ضمن أهدافي من ضمن الأهداف اللي حاطتها مجرد فكرة أني أترشح لجائزة المعلم العالمي فما بالك أفوس فيها فالبارحة قادة أقرأ أولادي يقولهم طلعوا كيف أنا كاتبة هذا الهدف من أهداف والحمد لله اشتغلت عليه و وصلت له يعني عزيزي محمد الله لما تكوني حاطة أهداف يعني فكرة أنه حاطة أهداف هذا لوحدها بيعطيك فكرة عن شخصية الإنسان اللي فعلاً رح يكون متميز ورح يحقق نجاحات وأنا أبدأ أسألك لما فستي بجائزة المعلم المتميز وطبعاً أكيد هنأتك جلالة الملكة وسلمت جائزتك ماذا قالت لك؟ الأسف في سنة ما استلمت جائزتي أنا كان في ظرف 2017 ما حضرت جلالة الملكة أيو بس أنا حضرت في 2007 خطابها لما كنت موجودة كمان حضرت هذا الحفلة الثانية كلماتها أثرت في نفسنا ودائماً هي يعني دائماً تنصحنا كمعلمين أنه المعلم ليس المعلم الموجود بس بداخل الغرفة الصفية لازم يحط بباله أنه أسوار المدرسة مفتوحة فاللي بدي بحث عن تميز ما بحث عن تميز بس داخل الغرفة الصفية لازم حط داخل أسوار المدرسة صحيح وهذه يمكن هذه الجملة كافية بأنه الحلم بكبر والشغف بكبر وقدرتك على الوصول لأهدافك ممكن تتحقق يعني إحنا سعيدين جداً بوجودك معنا لليوم وسعيدين أيضاً بالإنجازات اللي عم نشوفها على أرض الواقع والتطبقة اللي كانت في يوم الأيام مكتوبة كأهداف على ورقة على ورقة فيعني أنت خير مثال لكل المعلمين وشكراً عن وجودك معنا اليوم ومتمنى لك مزيد من الإنجازات ومزيد من الجوائز وأكيد هذه ليس آخر جائزة إن شاء الله وأنا أهدي فوزي ومجازي لجلالة الملك ولجلالة الملكة ولجمعية الملكة ولوزارة التربية والتعليم وإلكوا كأعلام شريف ما قصر معنا أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً فيك شكراً شكراً شكراً